حاجة اسمها وحاجة اسمها بشكل مبسط لحد ما ندخل ليهم خلينا كده ندخل على نسي بي اي دوت سي بي ايل نفتح كارت النتورك بتاعنا هدخل هنا على كارت الواي فاي هتلاقي فيه هنا عندي حاجة اسمها ودي كده بتبقى الماك ادرس ادي اتنين اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر اتناشر حرف معي تمام طيب الفيزيكال ادرس ده ده بيبقى اسمه ماك ادرس وده اللي بيتسجل في الماك تيبل زي ما احنا قلنا اللوجيكال ادرس ده اللي هو الاي بي ده اللي هو بيبقى ارقام بيفصل ما بينهم دوت يعني 192 دوت 168 دوت 1 دوت 9 تمام طيب بالنسبة لي الماك ادرس الماك ادرس هو بيبقى مكتوب بالطريقة الهكسا ديسيمل الهكسا ديسيمل ده اللي هو النظام السادس عشر وبيبقى مكون من ارقام زي ما احنا شايفينها مع بعض كده كل رقم من دول بيتمثل في 4 بيتس ودول 12 اهو واحد اتنين ودي اربعة ستة تمانية عشرة اتناشر فكده اتناشر فاربعة هيدينا تمانية واربعين بيتس فحجم الماك ادرس بتاعنا هو تمانية واربعين بيتس طيب خلينا نشوف الاول الانزمة دي عبارة عن ايه انا في عندي حاجة اسمها باينري وفي عندي حاجة اسمها اوكتل وفي عندي حاجة اسمها ديسيمل وفي عندي حاجة اسمها هيكسا ديسيمل طيب الباينري الباينري ده اللي هو النظام السنائي يعني ايه نظام سنائي؟ يعني حاجتين يعني من صفر لواحد طيب الاوكتل ده نظام ثماني يعني ايه اسماني؟ يعني من صفر لحد سبعة بعد كده ديسيمل ده النظام العاشري اللي احنا عارفين اللي هو من صفر لحد تسعة وفيه بقى نظام الهكسا ديسيمل هكسا ديسيمل وده نظام اللي هو الستاشر اللي هو من صفر المفروض لخمستاشر بس احنا هنا مش ينفع نكتب في الخانة غير حاجة واحدة بس يعني خمستاشر هتبقى مكتوبة كده فهي واخد خمتين فانا عايزها خانة واحدة فقالوا خلاص احنا هنعملها من صفر لتسعة ادي كده عشرة ومن اول حداشر لحد خمستاشر يعني هو المفروض من صفر لخمستاشر فمن اول بقى حداشر او من اول عشرة لحد خمستاشر دي هنمثلها بحروف اللي هي من اول الاي لحد الاف تمام يعني هنا مثلا عندي ايه بي سي دي اي اف طيب هاجي هنا الاي دي اللي هي المفروض احنا وصلنا لحد تسعة فالاي دي اللي هي عشرة طيب البي اللي هي احداشر السي اللي هي اتناشر الدي اللي هي تلاتاشر الاي اللي هي اربعتاشر الاف اللي هي خمستاشر يبقى ده نزام ستاشر اللي هي من زيرو مفروض لحد خمستاشر بس احنا بنقول من زيرو حد تسعة وبنمثل من اول عشرة لحد خمستاشر دي اللي هي من الاي للاف تمام يبقى اكبر عندي حاجة اكبر حاجة عندي في النظام الهكسا ديسمال هو الاف تمام والاف دي بتتمثل لو جينا نحولها البيتس هتتمثل في اربع وحايد الحالة بطول جينا هي اكون LEA لاjek집 روحايد الصفر اربع اسفار fehيف Lan ماك ادرس هو مساحته تمانية واربعين بيت سنة ليتكون من عندي اتناشر خانه وكل خانة فيهم بتتكون من 4 بيت يبقى 48 بيت وجات منظمة اسمها IEEE ودي قالت احنا هنبدأ نغير او نعمل نظام للمك ادرس لان المك ادرس ده ماينفعش يتكرر ماينفعش يتكرر على مستوى الشبكة عندي او ماينفعش يتكرر خالص ما بين الديفايسز بتبقى حاجة اسمها يونيك يعني المك ادرس ده بيبقى لي كذا اسم حاجة اسمها بيرنت يعني ممكن نقول للاسامي بتاعته هنا بيرنت ان ادرس تمام او بيسموه حاجة اسمها كام كام دي اللي هي كونتنت ادرسابل ميموري واسم المعروف بتاعه اللي هو الماك والاسم الشائع بتاعه اللي هو ماك والادرس ده هو احنا زي ما اتفقنا ان هو ما بيتكررش فجت منظمة اسمها اي تريبل اي قالت احنا هنعمل نظام عشان الماك ادرس ده ما يتكررش معنا احنا هنقسم الماك ادرس اللي هو ال تمانية واربعين بت لنصين نص اللي هو اول النص الاولين اللي هو اربعة وعشرين ده هيبقى خاص بكل مصنع وكل مصنع هيبدأ يكون لي رقم سابت بتاعه يعني المصنع مثلا بيعمل كروت نتورك فهيبقى لي رقم سابت متمثلين في اول اربعة وعشرين في اول اربعة وعشرين بيت وده لو خلص يعني لو المصنع مثلا خلص الجزء بتاعه اللي هو الستاشر مليون وكسور احتمال دول ده بيبقى حاجة اسمها او يو اي لو خلص ممكن يشتري او يو اي جديد من الاي تريبل اي والنص التاني اللي هو الاحتمالات بتاعته بقى اربعة وعشرين تمام يعني النص الاولاني ده خلاص ده بقى بتاع المصنع والنص التاني ده هيتغير جوه المصنع ده عشان يعمل كروت وده هيدي له احتمالات كتير جدا يعني اربعة وعشرين بيت لو جينا نشوف احتمالاتها احنا عشان نشوف الاحتمال بتاع الاربعة وعشرين بنعمل اتنين قس الرقم اللي احنا عايزين نشوف الاحتمالات بتاعته فانا هنا عندي اربعة وعشرين اربعة وعشرين ده اللي هو اتنين قس اربعة وعشرين ده هيددينا ستاشر مليون سبعمية سبعة وسبعين غالبا متين وستاشر احتمال يعني لو جينا نشوفها كده مثلا على الالحزبة هدي اتنين قس اربعة وعشرين ستتاشر مليون سبعمائة سبع وسبعين ماتين وستاشر احتمال تمام طيب احنا شفنا كده ازاي نعرف الاي بي والماك ادرس من كارت الشبكة بتاعنا وممكن عن طريق برضو الكوماند اللي هو في السي ام دي ممكن اكتب اي بي كونفج ده مية خمسة وعين مية اتنين وستين تلاتاشر اتنين مية تمانية واربعين اللي هو ده ده كارت النتورك بتاعي ده كده الاي بي ادرس بس مش ظاهر هنا معايا الماك ادرس عشان يظهر الماك ادرس هو بيبقى حاجز شكل ده كده بس ده كده بيبقى حاجز ماها اي بي فيرجين سيكس طيب عشان اظهر الماك ادرس بكتب اي بي كونفج بيبدأ يظهر لي داتا اكتر ولو جينا بصينا ده كارت بتاعنا اهو بتلاقي فيها عندي حاجة اسمها المفروض هنلاقي هنا فيزيكال ادرس اهو وده هو نفسه الماك ادرس اللي شفناه من كارت النتورك بتاعنا هنا لو جينا هنا عملنا دابل كليك اهو هيبدأ يظهر معايا نفس الكارت بتاعنا تمام موسيقى موسيقى